كلف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة لجنة متابعة المساجد برئاسة رئيس القطاع الدينية بالوزارة الشيخ جابر طايع بمتابعة غلق المساجد لا سيما يوم الجمعة وذلك في إطار مجابهة فيروس كورونا وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من مقر وزارة الأوقاف مرسل أخبار مصر وليد هيكل وليد بعد مساء الخير حدثنا عن آخر إجراءات وزارة الأوقاف بعد مساء الخير عمر بالفعل متابعون معكم الآن من داخل غرفة عمليات وزارة الأوقاف والتي بالفعل ترصد المخالفات التي تأتي يوم الجمعة بصفة خاصة مع استمرار غلق المساجد القرار الذي اتخذته وزارة الأوقاف مسبقا للحد من انتشار فيروس كورونا عمر دعنا نقترب من المشهد أكثر مع الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف ونسأله عن أهم ما رصدته الغرفة اليوم من مخالفات وكافة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الأوقاف حيال ذلك فضيلة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف أهلا بك معنا عبر شاشة التلفزيون المصري وأهم ما رصدته غرفة العمليات للإسبوع الرابع على التوالي مع استمرار غلق المساجد بداية أستاذ وليد نقدم تعزينة إلى شهيد الوطن محمد الحوفي المقدم الهمام الذي قدم روحه فداء لهذا الوطن حتى نعيشه ونحيا نحن ثانيا نقدم التهنئة الخالصة لإخواتنا الأقباط الذين ينعمون بالعيد في هذه الأيام كذلك للشعب المصري والمسلمين عامة بقدوم شهر رمضان وزارة الأوقاف تعمل على قدم وساق منذ الجمعة الرابعة هذه من تعليق وغلق المساجد ونحن نرصد وزارة الأوقاف في وزارة الأوقاف المخالفات التي تأتي إلينا الحقيقة مما يشهد له تفاعل الشعب المصري وتعاونه معنا عبر الخط الساخن وما يبلغ به من مخالفات الحقيقة المخالفات تكاد تكون لا تذكر ونسبة مأوية تكاد تكون مئة في المئة إحكام إلا بعض الشزرات البسيطة التي تأتينا من زوايا بعيدة عن مرمى وبصر وزارة الأوقاف ولكن نأتي بها عن طريق التعاون الشعبوي من الجماهير والتي تقدمه لنا عن طريق الخط الساخن ونتفاعل معها على الفور اليوم نعم رصدنا عدة مخالفات لكن لها لا ترقى بعضها في القاهرة وبعضها في الأقاليم من زوايا أربعة أو خمس أفراد أو ست أفراد يصلون الجمعة لكن لا ترقى أن تكون مخالفات سارخة والآن جاري العمل في هذه الوقت ومعاني الدكتور الوزير محمد مختار الجمعة ويترأس بنفسه هذه الغرفة اليوم وإن شاء الله بعد ساعتين يكون لدينا التقرير النهائي عما رصدناه اليوم شيخ جبر إذا تحدثنا عن المساهمة المجتمعية التي تأتي في ذل انتشار فيروس كورونا ومجابهة هذا الفيروس لعل هناك دور مجتمعي بتقوم به وزارة الأوقاف خلال الفترة الحالية وهو تخصيص بعض المبالغ المالية لحساب وزارة الصحة وجيش مصر الأبيض الآن لمجابهة هذا الفيروس المساهمة المجتمعية التي تأتي من وزارة الأوقاف وكيف يكون الدور المجتمعي لكافة المؤسسات خلال الفترة الحالية الحقيقة دور وزارة الأوقاف السبع سنوات الأخيرة هذه دور فعال تحول رقمي خطير جدا في ما حققته من فائد ريع الوقف وما تحققه من أموال كانت مهدرة في السابق كانت يمكن من سبع سنوات تسعين مليون حصيلة مال الوقف وفائد الريع الآن نتخطى المليار وأكثر من ذلك فلابد أن ينعكس هذا الأداء على الشارع المصري هذا المال أوقف من أجل الصحة من أجل التعليم من أجل كذا من أجل أشياء كثيرة جدا نحن نوظف هذا المال في التوظيف الأمثل بالأمثل قريب كان خمسين مليون للمتضررين من فيروس كورونا من العمالة الموسمية بالأمس أيضا صدق مع السيد الدكتور محمد مختار جبعة وزير الأوقاف على خمسين مليون أخرى لوزارة الصحة من أجل المساهمة والإسهام أيضا في الأمور الطبية وما يحتاجه المرضى من هذا الأمر كذلك الأقنعة التي وزارة الأوقاف حولتها إلى تصنيع عن طريق شركة المحمودية التي تمتلكها وزارة الأوقاف لتصنيع أقنعة واقية من الرزاز ومن غيره نحن نتفاعل مع المجتمع نحن ترس من تروس الحكومة المصرية نحن آلة من آلياتها نقدم المزيد والخير لشعبنا ونحمل الخير لشعب مصر وشعوب العالم كله نقدم رؤية دعوية كذلك رؤية من كافة الأنظار ونحول هذا إلى أرقام مالية تدفع لصالح المواطن المصري كل شكر لك فضيلة الشيخ جابرطيع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف إذن عمر كانت هذه هي لمحة من هنا من غرفة عمليات وزارة الأوقاف لمتابعة أهم ما تم رصده اليوم للجمعة الرابعة على التوالي في إغلاق المساجد للحد من انتجار فيروس كورونا من مقر وزارة الأوقاف مراسل أخبار مصر وليد هيكل شكرا جزيلا لك